السلام عليكم نكمل مع فيلسوف عصر التنوير الأمريكي توماس بين وأحد الآباء المؤسسين الأمريكيين أدرك هذا الرجل السياسي البارع أنه أقوى رابط يربط بين الأمريكيين الموجودين بالمستعبرات وبين بريطانيا هو رابط ليس عقلي ولا برقماتي هو رابط عاطفي كيف؟ ملك بريطانيا اتخذ هو وأذنابه عبارة تقول الدولة الوالدة أو الدولة الأم وجعله كيها بمفهوم ديني يسوعي غرض بابوي وضيع من أجل كسب عواطف ناس البسطاء السذج لأصحاب العقول الساذجة حتى يبقون يعترفون أنه دائما هم تابعين للبلد الأم اللي هي بريطانيا يقول مع ذلك ماشي نحن أبناء بريطانيا لكن حتى المحوش ما تأكل صغارها حتى المتوحشون ما يعلون الحرب على عوائلهم فإذا أسرتكم وعائلتكم وأبناءكم كيف تقومون هذه المجازلة اللي قمتوا بها قبل فترة قليلة مع ذلك أوروبا وليست إنجلترا هي دولة الأم لأميركا نعم أوروبا بيأكملها قالتهم واسمين أن الدنيا الجديدة اللي هي أميركا العالم الجديد هي كانت ملجأ لكل محبل الحرية الحرية المدنية وحتى الحرية الدينية هؤلاء الناس اللي يضطفدوا في أوروبا وفي كل بقاء العالم هو ملجأهم أميركا يعني مثلا إذا تأتي إلى عدد السكان الإنجليز في أميركا ما يصل عددهم إلى الثلث حتى في هذه الولايات اللي نتكلم بها لا يصل عدد الإنجليز إلى الثلث يقول إنه هذا الأمر يجعلني أستاء من أجل إطلاق العبارة اللي يطلقها ملكة بريطانيا إنه البلد الأم الدولة الأم الدولة الوالدة على إنجلترا وحدها لا نحن وابناء أوروبا بأكملها وليس فقط بريطانيا هذه أنانية هذه الزيف وكذلك بخل وضيق في التعبير إذن يعلق توماس بين على تحذير جورج واشنطن جورج واشنطن ماذا يقول يجب أن نتعد عن التحالف الدائم مع أجزء من العالم الأجنبي هذا جورج واشنطن يقول هذا قبل اندلاع الثورة توماس جيفرسن أيضا عند قول يقول توماس جيفرسن السلم والتجارة والصداقة الصداقة الصادقة مع جميع الأمم ولا نشتمك في أي تحالف مع أي أمم من الأمم طيب أنتو يا واشنطن ويا توماس جيفرسن لا تتحالفون ويا أي بلد ضد بلد وتجدون سلم وكذا وهي هذا كلام غير واقعي فهناك مساوى عديدة للعلاقة المستمرة بيننا نحن الأمريكيين وبين بريطانيا لماذا؟ لأن أي خضوع أي اعتماد على بريطانيا العظمى من قبلنا نحن الأمريكان سيدي إلى الاشتراك المباشر لنا كأمريكيين لهذه القارة في الحروب التي تقوم بها بريطانيا نحن جزء من بريطانيا أي معركة تقوم بها بريطانيا نحن جزء منها بريطانيا تحارف فرنسا إذن نحن عداء فرنسا وهكذا هذا سوف يضعنا في موقف العداء مع الأمم هذه الأمم التي ليس لنها عداء معها والتي لو لا بريطانيا سنكون أصدقاء ليس بيننا وبينهم مثل فرنسا مثل إسبانيا ليس بيننا وبينهم أي كدر أو أي شكوى لذلك يقول عندما كانت أوروبا عبارة عن سوق لتجارتنا وجب علينا أن لا نكون أي علاقة انحياز مع أي جزء منها لا بريطانيا ولا فرنسا ولا غيرها صالحنا نحن الأمريكيان الأمريكان الحقيقي هو في الابتعاد عن المنازعات الأوروبية الأمر الذي ما تستطيع أمريكا وهي الكفة الراجحة في ميزان السلطة أو السياسة البريطانية لذلك نحن يجب أن نخلع من البريطانيا حتى نقول نحن مستقلين لا ندخل في أي حروب أوروبية ليس لنا علاقة بحروبكم نحن نريد صداقة صادقة كما يقول توماس ديفرسون ومع ذلك يقول توماس بين أن أوروبا زخرة بكثير من الدول والمملكة التي ترغب في السلام إذن عندما تندر عن إيران الحرب بين إغلترا وأي قوة أجنبية تتحطم تجارتنا مركب أم لا تتحطم بالأكيد سوف تتحطم تجارتنا لماذا؟ بسبب علاقتنا ببريطانيا بعد ذلك طبعا الموضوع كل عن كتاب الإدراك العام كتيب يستعرض تموص بين مساوء الحكومة البريطانية المتعددة للصور فاستنتج أنه ليست قوة بريطانيا هي التي تقوم بأنصاف هذه القارة أمريكا سرعان ما ستحتم بشؤونها بريطانيا بحذة عندها شؤون كثيرة معقدة لا تستطيع قوة بعيدة عنها أربعة آلاف كيلومتر تقريبا هذه القوة أن دبرنا شؤوننا مؤكد سوف تهمنا لأن البريطانيين إذا لم يستطعوا قهرنا مستحيد يحكمونا يحكمونا ونحن مقورين يعني أي مشكلة عندنا يجب أن نقطع مسافة 3000 أو 4000 ميل من أمريكا لبرطانيا من أجل طرح موضوع شكوى للبرلمان للملك وبعد ذلك ننتظر أربعة شوهر أو خمسة شوهر حتى يصرنا الرد هذا الرد بينما نداول به بالبرلمان وكونغرس وغيرها نحتاج خمسة شوهر أو ستة شوهر حتى نفسر الرد البريطاني هذا حماقة لم يحماقة مؤكد نحن نعيش بحماقة هذه السخافة يعني كيف تستمر أن جزيرة تحكم قارة جزيرة صغيرة تحكم قارة كاملة أصلا هذا شي حتى مخالف للطبيعة كيف يكون التابع أكبر من الكوكب المتبوع إذن بعد ذلك توموس بين يلقي مرافعة مسيرة للعواطف من أجل الاستقرار الأمريكي من أجل الناس المشكيكين من أجل الناس ضعاف القلوب كثير من الناس في وقتها كانوا يعتقدون أنه هناك مجال للصلح أو الاتفاق بين أمريكا بيننا كأمريكين وبين البريطانيين فقال هل تستطيعون أن تعدون الزمن المضى تستطيعون أن تحيون الأمات تستطيعون أن تمنحون البغاء براءة السابقة أبدا كذلك لا يمكنكم أعادة الصلح بين بريطانيا وبين أمريكا انقطع الآن آخر حبل للرجاء إذن يقول أنه يلقي شعب إنجلترا الآن خطب ضدكم هو يقول ضدنا ويعتبر نفسه مواطن أمريكي الشعب البريطاني يلقي خطب ضدكم ضدنا هناك أسرار جدا قوي لن تغفر الطبيعة بسبب المعاملة السيئة للحكومة البريطانية ضدنا وإذا غفرتها الطبيعة هذه لن تكون حتى هي طبيعة الطبيعة سوى تنقض نفسه بسبب تلك المصائب التي سوتها أمريكا والجرائم التي عملتها يعني حتى عندما تأتي إلى عاشق هل ممكن لعاشق أن يغفر لمنهتك عرض عاشقته مع شوقته أن يغفر له ويسامحه كذلك هذه القارة أمريكا لن تغفر لبريطانيا مذابحها وجرائمها لأن هذا مخالف الطبيعة إذن بينما العالم بأكمله يرزح تحت عبء الظلم يجب أن تفتح أمريكا بوابها على مصرعيها للحرية يجب أن تكون أمريكا ملجأ للشعوب أو للبشر المضحدين يكرس توماس بين الباب الأخير من الإدراك العام في موضوع عملي جدا وهو المقدرة الأمريكية على الاستقلال القوة الأمريكية ما الذي تملكه أمريكا من قوة حتى تستقل ونحن ذكرنا أبس أن أمريكا كانت مهيئة لأن تستقل من بريطانيا عندها اكتفاء ذاتي بل أنه حتى بريطانيا كانت تعتمد عليها قارة أمريكا في ذلك من حقهم يطلبون بالاستقلال يقول كل هذا الكلام من أجل أن يحصل على ثقة الأمريكيين يعني يبين القوة الأمريكية حتى يقنعهم بأن أنتم يا أمريكان تمتلكون قوة بشرية كبيرة عدكم خبرة صناعية عدكم موارد طبيعية ليس فقط نحرب على بريطانيا بل ممكن أن نحرب على أي بلد يعتدي علينا أي بلد في العالم يقول تحتوي المستعمرات الأمريكية تحتوي أمريكا أو لنقول المستعمرات البريطانية بيأكملها على عظم ضخم من الرجال المدنيين ذو الخبرة نستطيع أن نكون أسطول قوي بحري يعادل لك حتى الأسطول البريطاني وفي وقت قصير لماذا؟ لأن لأن لدينا قطران لدينا خشب لدينا حديد لدينا حبار بيأكملها متوفرة لدينا اكتفاء ذاتي وبكميات كبيرة إذن نستطيع أن نبني سفن فاخرة في أمريكا والتي تتفوق على العالم بأكمله يقول على أي تحال أن أمريكا في حاجة إلى أسطول للدفاع والحماية لماذا؟ لأن البحرية الإنجليزية قليلة الجدوى بكل الأحوال هي تبعد عنها 3000 و 4000 ميل يعني عندما تقع مصيبة هي سوف تكون عديمة النفع عندما ينزل خطر بأمريكا يعني بكل الأحوال سواء أستقلينا أو لا أستقلينا نحن نحتاج إلى أسطول ويرجع أيضا في كتاب التراك العام يتكلم عن الشؤون الدينية فيقرر أنه واجب لا غنى عنه لأي حكومة لجميع الحكومات أن تحمي جميع أساتذات الدين الغيرين وهنا تلميح من توماس بين أو طعن واضح ضد الكنيسة يعني كأنه يريد يقول فصل الكنيسة عن الحكومة الدولة هي اللي تدير شؤون الكنيسة وليس كنيسة مستقلة عن الدولة يقول أما عن نفسي فإنني أؤمن تماما وبعقيدة إنها مشيئة الرب القدير على كل شيء أن تكون بيراتنا خلافات بالدين خلافات مذهبية هذا سوف يسمح بمجال أوسع لطيبتنا المسيحية حتى لو لم يكن هنا خلاف كنا فقط مسيحين لا توجد مذاهب واتفقت طريقة تفكيرنا بشكل مئة بالمئة نحتاج حتى في الأمور الدينية نحتاج إلى تكوينات جديدة إلى مادة للنقاش هناك مستجدات يجب وكل واحد يجب به وجهة نظر إذن إلى هذا المبدأ الحر تطلع إلى جميع القيم اللي بياناتنا نحن كأمريكان كأمريكيين يجب أن نكون مثل الأسرة الواحدة أطفال في أسرة واحدة ما يختلفون إلا في الأسماء لا نختلف إلا فقط في الإسم المسيحي وبالتالي يلخصتك تومس بين كل الأسباب اللي تجعل يتمسك بهاي لارة في أنه ما مش شيء أبدا يسوي ويستحق أنه نتحامن في إعلان الاستقلال يجب أن يكون هو هدفنا الأول إذن يختتم هذا الكتاب الإدراك العام بذكر أربعة عوامل هذه العوامل يجب أن نضعها بعين الاعتبار طالما أنه أمريكا تعتبر نفسها أو تعتبر من رعايا البريطانيين لا توجد دولة أخرى يمكنها التدخل في الخلاف بيناتهم لأن هذا سوف يحدث سوف يكون شأن داخلي وما تستطيع أي دولة تدخل في شؤون الدولة الثانية مع ذلك لا نستطيع انتظار مساعدة لا من أي دولة لا من إسبانيا ولا من فرنسا من أجل إصلاح الخلاف بيننا وبين بريطانيا وتقوية العلاقات لماذا؟ لأن مثلا هذه الخطوة سوف تضرب مصالحهم مثلا إسبانيا أو فرنسا يقول إذن طالما أن الأمريكان يعترفون بأنهم رعاية لبريطانيا إذن سنعتبر في نظر الأمم البقية عبارة عن عصابة متمردة ولا نستطيع أن نكسب أي تأيد أطلاقا سوف نكون شيئا بريطاني يقبل مع ذلك يجب أن يقوم الأمريكان بتقديم تقارير لجميع الدول نوضح به الشكاوة المآسي اللي حتت من الشعب من الحكومة إلى البريطانية ونقول فيه أننا نحن نعزم على قطع علاقة مع هذه الدولة يجب أن نرسل نسخ إلى هذا التقرير إلى جميع دول العالم معبرين عن نوايانا الحسنة مع تلك الدول ورغبتنا في إقامة علاقات تجارية سياسية اقتصادية تأكدوا يقول توماس بين عندها سوف نجني نحصل على نتائج جيدة اختتم توماس بين قوله أنه إذا لم يعلن الشعب الأمريكي استقلاله هذا الشعب إذا ما بقى يعني راضخ تحت الهيمنة البريطانية راح تبقى هاي القارة تشعر بأنها مثل رجل كسول هذا الرجل دائما تأجيل لعمل مكروه يكره هذا العمل فدائما لا يستطيع أن يقوم به في يوم بعد يوم يبقي أجله رغم أنه يعلم أنه هذا العمل مكروه لابد أن يتم فلنتم هذا العمل زيان وبالتالي بالوقت نفسه هو يرغب إلى انتهاء من هذا العمل لكنه متكاسل يظل مشغول البال باستمرار بضرورة تنهاء ذلك العمل إذن لماذا لا نقوم الآن بهذا العمل الكريه بدل أن يحمل أحدنا بالآخر بريبة أو بتساؤل لماذا لا يمد كل واحد مننا نحن شعب الأمريكي إيده إلى الآخر إلى جارة معتبره صديق واعتبره أخ ويسامحه من كل قلبه على أي ساعة حدث ندفن خلافات الماضي ندفن كل نزاع حدث بيناتنا لنقضي على الاختلافات هذا مثل بالخزب الأحرار وهذا حزب المحافظين كان هذين الحزبين يعني هن الموجودات في أمريكا عاد استقلالها الأحرار والمحافظين قلتهم أسمين يجب أن لا نسمع بيناتنا إلا مواطن صالح صديق وفيه لا حزب فلان وحزب إلا يجب أن نسمع بيناتنا صديق وفيه إنسان مخلص إنسان مؤيد الحقوق قضايا الإنسان حقوق ولاية أمريكا المستقلة هكذا نعم كانت الرسالة العظيمة التي كتبها في كتابة الإدراك العام للشعب الأمريكي بدأ السلة يصعد درجة درجة من تحت من الشعب عامة الشعب إلى فوق إلى أعلى الأرض بدأ بدلة عملية إلى نداءات هذه النداءات العاطفية المفعمة بالعواطف من قبل وطني غيور فيلسوف تنويري أب مؤسس سولي بالفترة تاتا الحلقة وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة